عندي خبر رائع جداً بيدعو إلى التفاؤل شديد وبيؤكد ما كنا نقوله ونردده ونشرحه ونسعد به خلال سنوات ست مضت كانت مصر فيها بتقوم بإصلاحات اقتصادية هيكلية هذه الإصلاحات ربما كانت مؤلمة ربما كانت مريرة تحملها وتحمل جرعاتها المواطن بصبر وطني خالص وإيمان وثقة في القيادة اللي بتقود هذه المسيرة والرئيس فيسكندريا قال الحمد لله زي ما نجحنا فيه تجربة الإصلاح الاقتصادي والمواطن تفاعل معها ومعنا وآمن واثقة في من يقوم بها النتائج الحمد لله خلتنا نقف على رجلنا في أزمة كورونا النهاردة مؤسسة مودز بتقول كلام رائع جدا واثرت أن أبدأ به هذه الحلقة لأن صناعة الأمل تحتاج حقائق وصناعة الأمل بتحتاج انتقاء أنا وسط كل هذا الزخم من الأخبار سواء الأخبار المحلية أو الأخبار الإقليمية أو الدولية أرمق خبر معين أو رقم معين بيعكس مسيرة من الإصلاح هذا رقم وهذا تقرير وإقرار من الوكالة العالمية مودز في الاقتصاد المصري رائع وعظيم ما وصلت إليه وكالة مودز عن الاقتصاد المصري واليوم أعلنت هذا التصنيف وهذا المستخلص من التصنيف أن الدولة المصرية عندها احتياطي نقد أجنبي بالعملات الصعبة هذا الاحتياطي يكفي لاحتياجات الدولة المصرية الاستراتيجية لمدة ثلاثة أعوام كاملة لأول مرة في تاريخ مصر يكون لدينا احتياطي نقد أجنبي يكفي لاحتياجاتنا الاستراتيجية لمدة ثلاثة أعوام كاملة المؤسسة أو الوكالة قالت أن الأداء العام الاقتصادي سواء من الحكومة أو من البنك المركزي أثبت قالت كلمتين اثنين لازم أقولهم بالنص قالت أثبتت مصداقية وفعالية مصداقية وفعالية كانت المصداقية غائبة وكانت الفعالية منعدمة عندما اجتمعت المصداقية في الاقتصاد وفعالية متخز القرار حدث هذا التطور النوعي غير المسبوك في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري وعكست مدى الثقل والتنوع أنا باستخدم نفس المفردات اللي استخدمتها وكالة موريزة تقول ثقل الاقتصاد المصري وتنوعه ده بيخليه اقتصاد واعد ونموذج فريد من الاقتصادات فيه اقتصاد جمدة جدا قطر ما هي اقتصادها عندها فوائد وإلى آخر لكن اقتصاد احادي مش مركب الاقتصاد بتاعي اقتصاد مركب عندي اقتصاد اوروبية فيه دول اوروبية عظيمة جدا لكن عندها حاجة ناقصة ايه اللي ناقص اللي عنده؟ ما عندهش قوة بشرية زي عندي أنا عندي قوة بشرية يعني سوق وعندي القوة بشرية بتنظر لها نظرتين نظرة من اليمين ان هي سوق بيلتهم منتجات ومن ناحية تاني ايه التاني بتنتج يبقى عندك سوق واعد وعندك موارد بشرية منتجة واعدة عندك ارض عندك زراعة قطاع زراعة عندك قطاع سياحة عندك قطاع صناعة عندك قطاع خدمات اللوجستية عندك قناة السويس عندك موارد بشرية بتتصدر عندك صادرات عندك مخترعين عندك كل شيء الدولة المصرية لم تصاب العكم في اي فرع من فروع الانتاج معدل النمو اللي حصل في مصر خلال السنوات الست الماضية وارتفاع سهم معدل النمو ويبقاء ايجابي في ظل قزمة كورونا ده شيء عظيم شيء غير مسبوق معدل التضخم اللي انخفض بشكل غير مسبوق ايضا على مدار 11 سنة وفي نفس التوقيت معدل البطالة اللي انخفض لاول مرة منذ 14 سنة كل دي مؤشرات جمعتها الوكالة العالمية المتخصصة في التصنيف مودز وقالت ان مصر التصنيف بتاعها رغم ازمة كورونا وفي اعقاب هذه الازمة بي تو لكن النظرة المستقبلية مستقرة ما فيش كوارث ليه؟ لانه الاقتصاد هيكالة قيل اقتصاد وصفوه بانه له ثقل وله تنوع الوكالة قالت على لسان المديرة نائب رئيس التنفيذي وكبير المحللين إليسا باريسي قالت انه السياسات اللي اتبعتها الحكومة المصرية واللي تمتعت بقدر عالي من الفعالية والمصدقية زي ما قلت ساهمت في تحصين الاقتصاد المصري ضد الصدمات المالية الى جانب سجل اللي حافل من النجاحات المحققة على صعيد الادارة الاقتصادية والمالية وادارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الاعتماني عددت الوكالة بقى على التعيد تقول الحاجات الايجابية الاسباب اللي دعت نظرتها الايجابية لملف مصر الاعتماني من بينها واحد المستويات المنخفضة نسبيا للدين العام على فكرة دي هقف عندها ورمي الورق لانه الناس اللي مش فهمة او اللي مش عايزة تفهم والناس اللي مش عارفة بس عايزة تعرف انا بعرفهم وقول لهم الدين العام المصري الاجنبي الدين الاجنبي اللي هو بالعملة الصعبة عليها كم مليار برة بجيبهم من البنك ومن غيره ومن غيره وصندوق وبعض الدول وخلافه في المستويات التي توصف اقتصاديا بأنها منخفضة المال انت بتكلم يا عام الاسباب اللي فاتل بتقول الدين كان مرتفع والرئيس اسكندراء بيقول الدين وبنخدر من الدين الدين المحلي الدين المحلي اللي هو كان مية وتمانية في المية من الناتج المحلي الاجمالي بتاعي انخفض ليه وصل لكام و تسعين في المية وان شاء الله يوصل لسبعين لغاية انه يوصل لستة وستين في المية اشتركوا في القناة